السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه ناس كتيرة بعد ما تدرس في دولة من الدول تفاجأ ان شهادة بتاعتها غير معتمدة بعد ما درس تلت سنين او اربع سنين فاجأ ان شهادة بتاعت وش معتمدة. لذلك ابدأ من نهاية. انت قررت ان انت تدرس في جامعة من جامعات. فممكن تروح داخل الدولة اللي انت تشغل فيها او تعيش فيها واسألهم هل الشهادة دي معتمدة عندكم ولا آآ لا. تمام? فلو لات معتمدة خلاص واكل على قليلاتك وش معتمدة خلاص ات وفرت على نفسك فلوس وجهد وشو حكي تريد جدا. فموقع مسلا زي سفير جامعات ده موقع سعودي تقدر ان انت من خلال تتأكد هل الشهادة دي معتمدة في السعودية ولا لأ. وغالبا لو معتمدة السعودية بتبقى معتمدة في بقية الدول الخليجة لكن لازم تتأكد. لو انت ناوي تروح الامارات لازم تتأكد هل هي معتمدة هناك ولا لأ لان في جامعات بقى فيها اختلاف. فدي صفحة سفير الجامعات هسيب لكم روحة بتاعتها اسفل الفيديو. تمام? ايه بتقول لك هي دي الادارة الوحيدة لمعادلة الشهادة الجامعية اللي تقدر تحدد هل هي الجامعات وكليات مصنفة ولا. طبعا لو انت راح المروات بقدر موقع المروات موقع قطر وكذا. عشان تتأكد. تمام? طيب اخي اقول له انا قرأيت شروع كلها. تبقى ان انت تدرس وبيجيب لك كل الحاجات. تمام? بيقول لك درجة الدكتوراه المهنية زي كزا دي بتعتمد درجة البكاليوس فقط وليس الدكتوراه. طيب هنا بتبدأ تختار بقى البلد اللي انت فيها. طب تعال نشوف مسلا مصر ايه الحاجات اللي معتمدة فيها. تمام? هتلاقي جامعات كتير ان شاء الله. اسم الجامعة تعمل سيرش مسلا فقال لك هيكون دول معتمدين لو انت اخدت منهم الشهادة. بس قبل بتاخدتش هادة دوس مسلا على الحاجة اللي انت عايزة. هيقول لك انها معتمدة دبلوم بكريوس. لو خدت اي حاجة تانية بيش معتمدة. تمام? فلازم تخلي بالك من حاجة زي كده. ممكن يقول لك انها معتمدة في الماجستير والدكتوراه لكن الدبلوم لأ وهكذا يعني. فلازم تتأكد. الجامعة الامريكية بالكاهرة اقول اللي فيها معتمد. تمام? طيب غير مصر بقى ممكن تشوف مثلا المانيا. تمام? المانيا في جامعة كتيرة بيش محتمدين. هنا بقى بيقول لك ايه ان دي جامعات المعتمدة في المانيا يبدأ ان هو يجيبهاي لك. اي واحدة فيه ما تدوس عليها. تمام? هو بينبيهك على حاجة معنا. حاجة خاصة بالكاسف. فانت تبدأ ان انت تشوف وتتأكد من الجامعة معتمدة ولا لأ. هو بيقول لك انها موجودة في مدينة ايه والموقع بتاعها. مهمة جدا الموقع لانا ممكن حاجة تانية تعمل موقع تاني بنفس الاسم. فلازم تأكد ان هو ده الموقع فعلا اللي انت عايز.